تجاوزت حصيلة قتل الزلزال 41 ألفاً في سوريا وفي تركيا الأمم المتحدة أطلقت نداء إنسانياً لإغاثة المتضررين فيما توقعت منظمة الصحة العالمية أن يصل عدد المتضررين بالزلزال الذي ضرب شمال سوريا وجنوب تركيا إلى 26 مليون المسؤولة في منظمة الصحة العالمية إيدلهايد مارشينغ قالت أمام اللجنة التنفيذية للوكالة التابعة للأمم المتحدة أن خريطة الأحداث تظهر أن عدد الذين يحتملوا أن يتأثروا بهذا الزلزال يبلغ 23 مليون معي لمناقشة هذا الموضوع الباحث في القانون الدولي دكتور ممتاز سليمان وكذلك من سوريا الناشط السياسي والميداني ردوان الأطرش ومن إدلب الناشط الإغاثي والإعلامي معتاز ناصر دكتور ممتاز سليمان كيف تنظر لحجم الاستجابة الدولية لكارثة زلزال سوريا وتركيا على حد سواء مع الأسف حتى هذه اللحظة التعامل الدولي مع هذه الأزمة وخاصة داخل سوريا كان خجولا يعني في الأيام الأخيرة أصبحت منظمة الصحة العالمية وأصبحت الممتحدة يهتمون في بداية الأمر خلال خمس أو ستة أيام الأولى لم يكن هناك أي مساعدات من المجتمع الدولي إلا من المنظمات الموجودة على الأرض هي التي قدمت المساعدات للناس الذين هم تحت الأنقاض طبعا أرقام ستكون صادمة نعم ستكون صادمة لأنه حجم الدمار الذي أصاب المنطقة إن كانت في تركيا أو كانت في سوريا هو يعني منذ قرن لم يحصل عام 1939 ممكن كان في زلزال بالتركيا أصبح يعني تتوقع أن يرتفع عدد الضحايا إلى أكثر من 42 يعني لا أكثر أنا أتوقع أنه يكون بأكثر من هذا الرقم لأنه هناك عشرات الألاف من المفقودين ما زال لا أحد يعرف عنهم على ما أظن أنهم تحت الأنقاض دعنا نسأل في سوريا الناشط السياسي والميداني سيد ردوان الأطرش أهلا بك أمال العثور على ناجين في سوريا تحت الأنقاض تقلصت بشكل كبير بعد أكثر من عشرة أيام كيف هو الوضع الآن؟ هل ما زالت هناك فراص للعثور على ناجين تحت الأنقاض في الشمال السوري؟ مساء الخير لك ولأستاذ المتابعين كما أسف الزميل في الاستوديو تدخل الأمم المتحدة كان خجولا ومؤسفا بعد هذه الأيام الآن بعد إعلان الدفاع المدني السوري المرحلة الثانية هي انتشال الضحايا باتت فرص الحصول على ناجين ضعيفة جدا جدا إلا بحكم العناية الإلهية كنا نأمل أن تكون المساعدات بالآريات الثقيلة تأتي في زمن المناسب لكن بكل أسف لم يتعامل المجتمع الدوري مع الزلزال السوري كما تعمل مع الزلزال الذي حصل في نيبال سابقا وإلى أي مدى تشعرون بأن تأخر المجتمع الدولي بإيصال وإدخال فرق الإنقاض إلى الشمال السوري كان سببا بوفاة كثير من الناجي من اللانين كان يمكن أن يتم إنقاذهم تحت الأنقاض المنظمات الدولية والإنسانية وخاصة الأمم المتحدة قالت أن البرقراطية هي سبب في تأخر وصول المساعدات الإنسانية لكن هذا سبب غير كافي على الإطلاق أنت الآن تقوم بإنقاذ أرواحهم تحت الأنقاض هذه المبررات غير كافية وتضع الأمم المتحدة في خانة التخازل والتواطئ الدولي ضد الشعب السوري أيضا حصول الموافقة من قبل رئيس النظام بشار الأسد على دخول المساعدة الإنسانية كان أيضا كارثة أخرى تضاف للشعب السوري كون معظم الناس المتواجدين في الشمال السوري هم مهجرون من أبناء المحافظات الذين تم تهجيرهم بسبب آية القمع الأسدية دكتور ممتاز بالنسبة لموافقة النظام على دخول مساعدات من معبرين إضافيين مع الشمال السوري ممكن توضح لنا كل يعلم بأن النظام السوري أصلا لا سيطرة له على هذه المناطق لماذا ينتظر المجتمع الدولي إذن موافقة بشار الأسد على فتح هذه المعابر مع تركيا مع الأسف تحدثت سابق في الأسبوع الماضي تحدثت عن نفس هذه النقطة أن المجتمع الدولي هو يتحجج في حجج واهية هذين المعبرين هم تحت سيطرة المناطق المحررة تحت سيطرة الجيش الحر وتركيا ولا علاقة للنظام بشار وغيره بهذا المعبرين في بداية الأمر نحن سمعنا قالوا أولا المعابر مغلقة ثم قالوا الطرقات صعبة الوصول إلى الشمال السوري ثم قالوا هناك عقوبات على سوريا هذه الحجج كانت واهية في حقيقة الأمر نحن نخجل عندما نتوجه إلى المجتمع الدولي ونرى أن الرد كان في بداية في الأسبوع الأول من هذه الكارثة أو هذه المصيبة كان خجولا جدا وكان ليس فقط أحيانا تشعر بالإزاز من تصريحاتهم أنهم خلال المجلس الأموسوفي يجتمع لمناقشة بعد أسبوع لمناقشة الوضع ويخافون من الفيتو الروسي والسونة مشاب لكن النظام لماذا لم حتى لو شكليا الأمم المتحدة تتذرع بأن هذه المناطق بالنهاية يخاض على سيادة الحكومة المركزية في دمشق لماذا يتأخر النظام أكثر من ثمانية أناس أيام حتى يعلن موافقة في بداية الأمر من هو المسؤول عن هدم أربعمائة بناية في حلب هو النظام قصف النظام وقصف الروس لحلب ولإدلب ولدي المدن هي الأساس نحن نقول أنه زلزال وقع نعم ولكن هذه البنايات بالأساس هي مهدمة من القصف الجوي اليومي كان النظام هو المسؤول عن تشريد ملايين من السوريين فلذلك لا يهمهم إن مات هؤلاء تحت الأنقاض أو ماتوا من البرد أو ماتوا في الخيم هذا لا يهم النظام النظام يريد ذريعة يثبت نفسه أنه ما زال موجود وقال أنا فتحت المعبرة وأنا أسمح بدخول المساعدات ولكن هنا الحق ليس على النظام الحق هو على المجتمع الدولي المجتوع الدولي حتى تحدثنا فيها عادة في القانون الدولي معروف حتى التعامل مع الأزمات إن كانت فيضانات أو زلازل أو حرائق أول شيء يقوم به المجتمع الدولي هو فتح مشافي ميدانية لم يقوم بذلك أبدا إصال المعونات لم يصل خلال أسبوع واحد لم يقوم أي مجموعة دولية بالتوجه إلى شمال سوريا معتز ناصر أرحب بك أيضا ناشط إغاثي من إدلب كيف يجري إدخال المساعدات الآن؟ هل لمستم أن المعبرين الإضافيين الذين أعلن النظام السوري موافقته على فتحهما قد غيرا بخريطة دخول المساعدات الدولية للشمال السوري؟ وبوتيرة دخول هذه المساعدات؟ سيد ناصر تسمع؟ فضل بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بداية أننا أدخل سيد معتز ناصر تسمعني؟ أنا لا أسمعك طيب في تقليع بالصوت على كل حال نفس السؤال ووجهه الأستاذ رضوان الآن هل لمستم دخول مساعدات من المعبرين الآخرين الذين سمح النظام بفتحهما مع تركيا؟ نعم تم دخول مساعدات من قبل أمم المتحدة من معبر باب السلامة لكن الفزعة الشعبية التي شاهدنا من أبناء الشعب السوري فاقت بكثير ما قدمتهم أمم المتحدة ما العلم أن المعابر العزاز أو الراعي من أول لحظة هي مفتوحة كما صرح رئيس حكومة المؤقتة وصلحها لإتلاف يعني الذريعة التي قامت بأم المتحدة بأنها تأخذ موافقة بشار الأسد هي ذريعة واهية أيضا لأن الحكومة صرحت بأن المعايير مفتوحة لكن التدفق أعدات بعد عشر أيام من الكارثة يعني من الناحية التركية هم ما كانوا ينتظروا بموافقة بشار الأسد لما إذن كل هذه الربما الضجة الإعلامية على موافقة بشار الأسد ولقائه مع مارتين جريفث المفوض الأممي للإغاثة في الأمم المتحدة حقيقة نحن نستنكر ونستهجر مقابلة هذا المسؤول الأممي لبشار الأسد مع العلم أن قبل سابق بسيطة كان هناك قرار من منظمة حضر الأسع الكيميائية تدين هذا النظام بإتكاب مزر في دومة اليوم يتم اللقاء ومصطفحة هذا الرجل كيف لمؤسؤول أممي إنساني يصافح إنسان مجرم حقيقة المعبر وابل هو كان أيضا صالح للاستعمال لكن كان هناك خشة من انهيار الطرق بسبب الزلزال لكن كما استفنا المعابر الأخرى مفتوحة حتى المعابر البرية معبر أبوزندين ومعبر آخر كان مفتوح لكن تأخر المساعدات كان سببا إضافيا أيضا في قتل الشعب السوري نحن كشعب سوري حقيقة كنا ننتظر دخول مساعدات ثقيلة ننتظر مشافي ميدانية ننتظر أي مساعدة تنقذ ما يمكن إنقاذه من الشعب السوري اليوم المساعدات المقدمة مساعدات غذائية بسيطة منظفات نحن لا نحتاج هذه المساعدات حقيقة نحتاج اليوم إلى خيام تأوي الناس المشردة في البراري خاصة نحن أنفس الشتاء نحتاج إلى مشافي بالضرورة القصوى نحتاج إلى مساعدات طبية نحتاج إلى معدى ثقيلة مرة أخرى نحتاج إلى زيادة دعم الدفاع المدني هذه المنظمة الإنسانية التي أثبتت جدارتها في إنقاذ الشعب السوري في الكواليس والأزمات معتز ناصر مرة أخرى أهلا بك من إدلب كيف يبدو الوضع في إدلب من الناحية الإنسانية؟ بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أشكركم جدا أرجع أن يكون صوتي واضحا الآن بالنسبة للشمال السوري المحرر لا تزال النكبة هي سيدة الموقف يحاول أهل الشمال السوري المحرر بكافة الطرق وبكافة الوسائل يحاولون التغلب على هذه الكارثة التي ألمت بهم طبعا رأينا تخاذل وتقاعس الأمم المتحدة مقابل شجاعة وبذل وعطاء وكرم وتلاحم وتكافل السوريين بين أنفسهم في المناطق المختلفة في مختلف مناطق السيطرة يعني رأينا مثلا قبل يومين قافلة من أهلنا في المنطقة الشرقية تدخل إلى شمال غرب سوريا رأينا حملات الإغاثة وحملات التكافل والتلاحم يعني تخرج من المناطق المنكوبة نفسها إلى المناطق المنكوبة نفسها لكن أنا أقول أن الأمم المتحدة هي يعني مسبب مباشر للأزمة وهي سبب لإفتفاع فاتورة الضحايا وفاتورة الدمار في سوريا وهذا التخاذل ليس جديدا عن الأمم المتحدة من يقرأ تاريخ الأمم المتحدة في التعامل مع الشعوب المسلمة تحديدا وخاصة العربية منها لكن هل كان هناك أي ذريعة قانونية لأن الأمم المتحدة عندها قرار من مجلس الأمن بإدخال المساعدات من خلال أحد المعابر باب الهوى والمعابر الأخرى هل كانت هناك حاجة في مثل هذا الظرف للأمم المتحدة لانتظار موافقة النظام البعض يقول أنه كان بإمكانها أدخالها من خلال الفصل السابع للأمم المتحدة يعني رغما عن النظام كما يجري أصلا في معبار باب لاو أستاذي موضوع الذرائع القانونية والذرائع اللوجستية والذرائع الإدارية هو وهم وإلا لكانت هناك ذريعة واحدة يتم معالجتها أما أن تخرج علينا الأمم المتحدة كل قليل بحجة يعني ثم يثبت بطلان هذه الحجة ثم تنتقل إلى حجة أخرى يعني هذا أمر مضحك حقيقة وأريد أن أفهم كيف أصبح هذا النظام الذي أصدر بحقه يعني قانون عقوبات بناء على تجارته بالمخدرات كيف أصبح فجأة في يوم وليلة هو نظام شرعي ويحتاج إلى إذنه لإدخال مساعدات إلى مناطق هو أساسا كان سببا رئيسيا في نكبتها لكن كما قلت أن تاريخ الأم المتحدة حافل بالانتهاكات وحافل بالتجاهل تجاه الشعوب المسلمة وما البوسنا وما ذبحة سربيرونيتش عنا ببعيد وما وضع القضية الفلسطينية وأهلنا في فلسطين والانتهاكات الصهيونية بحقهم عنا ببعيد واليوم تكمل الأمم المتحدة هذا السجل من الانتهاكات ومن التقاعث والتخادث في مصرة الشعوب المسلمة في سوريا وهذا أمر حقيقة نعتدنا عليه معتاز بقى معي أسأل ضيفي هنا أستاذ دكتور ممتاز وهو أيضا محامي في القانون الدولي بالنسبة للفصل السابع والفصل الثامن لميثاق الأمم المتحدة هل يجيزان إدخال المساعدات دون انتظار موافقة الحكومات المركزية؟ نعم عادة في الكوارث تستطيع أمم المتحدة تبني هذين الفصلين وأدخال المساعدات رغم الأنظمة الموجودة في المنطقة إن كان حتى في المناطق التي فيها حروب أهلية يعني تاريخيا هي موجودة الممتحدة تستطيع فتح مشافي مداني تستطيع إدخال المساعدات الإنسانية لمناطق الكوارث هذا واضح لا يستطيع أحد أن يغير في هذا القانون شيء ولكن فعلا كان المجتمع الدولي متخاذل في هذه النقطة بشكل واضح منذ البداية يعني هم تحججوا أسوأ من ذلك أنهم قالوا أنه لا نستطيع أن ندخل لأنه لم يوافق النظام يعني كان هناك في أكثر من دولة موجودة على الأرض إن كان روسيا إن كان تركيا إن كانت إيران إن كانت أمريكا موجودين على الأرض لا أحد يسأل عن النظام السوري وليس له سيادة على هذه المناطق نعم السيادة النظام السوري على دمشق وقراها وما شابه ذلك الكل يعرف النظام السوري لا أحد يسأل عنه هناك حججواهية تعامل المجتمع الدولي كان فعلا خجولا جدا ولم يقم بواجبه تجاه ما حدث في الشمال السوري نحن الآن أمام كارثة وأمام صدمة الآن هناك ملايين من الناس مشردين وخاصة من النقطة الأضعفة لهم الأطفال والنساء الذين تضرروا من هذا الزلزال الآن واجب المنظمات الإنسانية واجب المجتمع الدولي تقديم المعونة لهؤلاء الذين موجودين الآن الذين توفوا رحمهم الله والذين بقوا تحت الأنقاض وهي مسؤولية المجتمع الدولي ومسؤولية النظام ومن شارك في ذلك الآن نقول رحمهم الله لهؤلاء شهداء الآن موجودين على الأرض من هم من الأحياء لا يجدون لا خيمة ولا يجدون طعام هؤلاء بحاجة مهسة إلى المساعدات تقديم مساعدات مستعجلة لهؤلاء وفتح مشافي ميداني لأن هناك عشرات الألاف من الأطفال الذين سوف يعانون من الأمراض المفسية من أصبح بدون ذويهم أستاذ رياء رضوان إلى أي مدى صعوبة الوضع في الجنوب التركي أيضا هناك كبير جدا على الحكومة التركية في أعمال الإنقاذ وأصلاح الطرقات إلى أي مدى فاخب ذلك أيضا من أزمة السوريين الإنسانية في الشمال حسب الأرقام الوردة إلينا بآخر أحصائية 3840 إنسان سوريا تهوفية في تركيا حتى هذه اللحظة والأرقام في ازدياده بكل أسف طبعا تركيا اليوم تعاني من أزمة الإنسانية أيضا حجم الأضرار في الزلزال كان كبير جدا في تركيا نحن كفرق مدنية متطوعة أو حتى الدفاع المدني لو كان بمقدوره الدخول إلى تركيا لفعل ذلك وساعد في إنقاذ أرواح السوريين وغير السوريين طبعا نحن نتعاطف مع الشعب التركي وأيضا نريد من المجتمع الدولي الدخول إلى تركيا ومساعدة في إنقاذ الناس تحت الأنقاذ إشارة سؤالك السابق حول موافقة نظام المجرم القرار 2165 في الفقرة رقم 2 لا ينص على أخذ أي موافقة من أي جهة كانت في دخول المساعدات أيضا نوجه سؤال هل القواعد العسكرية السواء الأمريكية أو الفرنسية وغيرها في الشمال السوري هل دخلت موافقة النظام؟ بالتأكيد لا لكن لماذا تقاعست أمم المتحدة وطلبت إذن الحكومة في دمشق حتى تسخي مساعدات هذا عيب حقيقة وعار على جميع هذه المنظمة كرقم دقيق المساعدات التي دخلت عبر الأهالي كانت 158 قافلة إنسانية سورية سورية بينما دخلت قوافل أممية 90 قافلة فقط ومنها ما كان سابقا مجدولا قبل الزلزال نحن عبر قناتكم الكريمة قناة الحوار نجدد طلبنا إلى المجتمع الدولي بضرورة التدخل السرية في إنقاذ الشعب السوري والشعب التركي أستاذ معتز إلى أي مدى تساهم أو تعيق القوى المحلية على الأرض في الشمال وخاصة في إدلب وريفها لتوزيع المساعدات أو حتى إدخالها إلى الشمال السوري لأن هناك قوى أو سلطة أمر واقع موجودة في الشمال السوري المحرر وهي لا ترغب بوصول المساعدات إلى الناس ولا ترغب بإنقاذ الشمال السوري هو أمر عار على الكذب بل هو دعاية النظام كل الشيء الوحيد الذي يرفضه كل الشمال السوري مجمعا قاطبة هو دخول المساعدات من طرف النظام المجرم لأن هذا سيعتبر إعادة تدوير لنظام بشار الأسد واعتباره نظاما شرعيا وهذا يفضه كل أهل الشمال بالمقابل كل القوى وكل الفصائل وكل التيارات الموجودة في الشمال السوري المحرر وخلفهم يعني شعب الشمال السوري المحرر بأكمله يريدون دخول المساعدات إلى المنكبين وإلى المتضررين من الزلزال لكن النظام يحاول دائما أن يصدر إشاعات ويصدر دعايات فيها تشويه للشمال السوري المحرر بأن هناك قوى مثلا تعرقل دخول المساعدات أو أن هناك تنظيمات إرهابية يعني تسيطر على المنطقة أو أن هناك مثلا فرقا تطوعية أو منظمات إغاثية يعني يشبها الفساد كل ذلك هو دعاية في سبيل إعادة تدوير وفي سبيل إظهار نفسه على أنه يعني نظام شرعي وأنا أراهن ويعني أجزم أنني سأربح في هذا الرهان أنا أراهن على نصوصية النظام وأراهن على تشبيح النظام بأنه حتى المساعدات التي قيل أنها ستدخل للشمال السوري عن طريقه أنا أراهن أن النظام لن يصبر عليها وسيسرقها كما سرق غيرها من المساعدات لأن لدي توصف في المناطق التي يحتلها النظام كل المساعدات التي أتت إلى هذه المناطق التي يحتلها النظام قام الشبيحة بالسطو عليها بكل ما تحمل كلمة السطو من معنى حرفه وقاموا بمصادرتها وقاموا بتوزيعها أو ببيعها إلى التجار أو توزيعها فقط على العائلات التي تنخرط بشكل مباشر بالتشويح العسكري والأمني مع النظام السوري وتم ذلك عبر أذرع طائفية تتبع إلى إيران بغية تغيير البنية الديمقرافية والبنية الأيديولوجية لسكران المناطق المحتلة السورية شكرا جزيلا لك ناشط الإغافي من إدلب معتاز ناصر الدكتور المتاز شاهدنا خلال الأيام الماضية تقاطر عدد من المسؤولين العرب لزيارة دمشق والتلقاء مع بشار الأسد إلى أي مدى كان هناك حاجة من الناحية الإنسانية لا نريد أن نتحدث عن الموضوع سياسيا من الناحية الإنسانية إلى أي مدى كان هناك حاجة لأن يلتقي وزير خارجية الإمارات مع بشار الأسد أو مسؤول أردني أو حتى مارتين جريفت هو يجب أن لا نسيس الكارثة هذه الكارثة يجب أن نسيسها يجب أن نضع السياسة على جانب ولكن أنه أي مسؤول اليوم يذهب ويلتقي مع بشار الأسد ورموز النظام السوري أظن لا حاجة لذلك لأن هذا النظام هو السبب في كل ما حصل وإن كان الزلزال هو أمر طبيعي من عدرب العالمين ولكن المقدمات تهجير هؤلاء ناس هو بسبب النظام السوري اليوم وزير خارجية الإمارات هؤلاء لهم علاقات منذ البداية وإن كان نظام الجزار هؤلاء لهم علاقات مع نظام السوري وإن كان نظام السيسي أيضا هؤلاء لهم علاقات لم يلتقوا به علاقاتهم موجودة منذ بداية الثورة وليس الآن لم يقطعوا علاقات مع نظام بشار الأسد ولكن الآن المطلوب من المجتمع الدولي والجهات المعنية على الأرض عدم تسيس الكارثة تقديم المساعدات لهؤلاء الناس المنكوبين هذا بالدرجة الأولى بالدرجة الثانية إعادة تدوير النظام من الخطأ اليوم إن كان المجتمع الدولي أو بعض الدول العربية التي تريد تقديم النظام بوجه إنساني هذا خطأ الكل يعرف الجراء مثبتة على هذا النظام من استعمل الكيماوي ومن قصف الشعب السوري عشرات أسنين هذه الجراءة موجودة ولن تمحى من ذاكرة السوريين ولا حتى من المجتمع الدولي إذن إن كان هناك لقاءات محدودة مع نظام بشار أسد هذا لا يعني أنه هو الرئيس الشرعي للسوريا أو هو الذي سوف يقبله الشعب السوري أسأل ضيفي سيد ردوان الأطرش في التعامل الإغاثي مع هذه المحنة كتاب أوروبيون أيضا انتقدوا حتى التعامل الإنساني الإغاثي الأوروبي مع تركيا نفسها وقالوا أن الغرب يكيل بمكيالين لم يكن حجم الاستجابة الإنسانية للحرب في أوكرانيا مماثلا لحجم الاستجابة الإنسانية الغربية لتركيا إلى أي مدى ترون ذلك صحيح؟ يعني سواء بالنسبة لتركيا أو حتى سوريا كلام صحيح بأم المئة هناك تخازل دولي في التعامل مع قضية الشعب السوري والشعب التركي وهذا الموضوع أيضا عليه شارة استفهام كبيرة جدا لا نعلم لماذا تم خزلان الشعب التركي والشعب السوري هل الموضوع له أبعاد سياسية أم له أبعاد اقتصادية حقيقة الأشخاص الذين يقومون بزيارة بشار الأسد أو حتى الزيارة التركية هم أشخاص لهم تواصلات دولية هم شخصيات اعتبارية على سبيل المثال الشخصيات التي تزور دمشق هي نفسها من أضغط قارات سابقة بحق هذا النظام اليوم يعاد تدوير النظام بطريقة أخرى كنا حقيقة نحن متعاطفون جدا مع كل الشعوب سواء عربية أو غربية لكن نحن بعد هذه الكارثة العظيمة التي حلت بنا كشعب سوري في الشمال السوري تقييمنا لهذه الدول بعد هذا اليوم سوف يكون دول إنسانية ودول غير إنسانية بالتأكيد نوجه الشكر لجميع الدول التي وقفت معنا من اللحظة الأولى سواء كانت عربية أو إجنبية ولكن أيضا ننتقد تأخر وتباطئ باقي الدول ونؤكد مرة أخرى ومرة أخرى أيضا بأننا بحاجة لإنقاذ ما تبقى من أرواح الناس تحت الأنقاض هناك بصيص أمل ضعيف جدا لكن على عائلات السورية تريد البحث عن ضحاياها تريد أن تدفن ضحاياها في مقابر في المستقبل القريب كيف كان تعامل قسد في هذه الأزمة وأقصتنا من ناحية الإنسانية وليس من الناحية السياسية هل سمحت بإدخال مساعدات أو آليات ثقيلة من مناطقها أو المناطق التي تسيطر عليها إلى المناطق المنكوبة؟ في الحقيقة منذ البدايات أطلقنا نداء إنساني حقيقي وقلنا يجب تحييد السياسة والصراعات السياسية والفصائلية عن ملف الزلزال حقيقة شاهدنا استجابة من قبل قسد أو الإدارة الذاتية هناك بضرورة دخول مساعدات سواء عينية أو حتى نفط هناك خلاف سياسي بين قسد وبين حكومة موقعة أخرى دخول هذه المساعدات لكن الضغط الشعبي سمح مؤخرا بدخول هذه المساعدات عبر فزعات أهلنا في الزور وفي القامشلي وفي الحسكة طبعا نحن نأسف لوجود حوارز مصطنعة بين مناطق كلها ضد هذا النظام ونأمل في القريب العاجل أن تزول كل هذه الحوارز ونبقى كإدارة مدنية واحدة في هذا الشمال وأيضا نأمل أن يكون هذا الزلزال هو صفعة سياسية لنا جميعا كي تزول كل هذه الخلافات شكرا جزيلا لك الناشط السياسي والميداني ردوان الأطرش كنت معي من الشمال السوري دكتور ممتاز عدد قليل من المسؤولين الغربيين زار تركيا خلال هذه المحنة الكبيرة جدا على الرغم أنها عضو في الناتو ألا يبدو بذلك تخاذلا فعلا وكيلا بمكيالين بكارثة إنسانية كبيرة مقارنة مع كارثة أخرى هي الحرب في أوكراني تركيا هي عضو في حلف الناتو نعم ولكن هناك خلافات بين كثير من الدول وبين تركيا أيضا هناك ستين دولة على ما أظن الذين كانوا موجودين على الأرض من الفرق التي كانت موجودة وكان هناك حكومة تركيا هي نفسها شكلت هذه الدول ولكن بشكل عام المنطقة الشرق الأوسط في نظر الكثير من الدول إن كانت أوروبية أو دول غربية من هذه الدول هناك يعني كما أقول هناك يعني النظر إلى تركيا أو إلى سوريا أو إلى أي دولة في الشرق الأوسط ليس نفس المقياس الذي يأخذون إن كان حتى إن كان في ألبانيا أو صربيا أو أوكرانيا أو يعتبرون هذه جزء من أوروبا وهذه جزء من آسيا أو جزء من الشرق الأوسط هذه هي النقطة وطبعا في الكوارث وفي هذه الأزمات يجب أن لا يكون هناك الكيلو بمكيالين على المجتمع الدولي أو حتى أعضاء حلف الناتو أن يكون هناك فعلا دعم كامل لهذه الدولة التي هي عضو في حلف الناتو ولكن لا نعرف إن كان هناك أنا رأيت ممكن وزير خارجي اليوناني أيضا كان في مناطق المنكوبة أظن على ما أظن هو الوحيد الذي يزاره وربما أنه أكثر الخلافات الموجودة بين تركيا وبين اليونان أكثر من الدول الثانية هي اليونان رغم ذلك ذاهب وهذه حال إنسانية طبعا وجيران لأنه هم الدول الجيران نتمنى أن لا يكون هناك تسييس لأي حالة إنسانية أو كارثة إن كانت في تركيا أو في سرعة أو في أي بقعة من الأرض شكرا جزيلا لك أهلا شكرا لك